السلام عليكم طلاب رجعنا وياكم درس جديد من دروس لترافيك انجينيرينج واليوم رح ناخد موضوع بسيط اللي هو الكاباسيتي اتساني رايز انترسكشن طبعا سابقا احنا اخذنا في المصطلح الكاباسيتي او قلنا هو سوتوريشن فلو اللي هو بمثابة الكاباسيتي لكن نستخرجه بالاعتماد على عرض الطريق اخذناه سابقا يا اما استخرجه من جدول اذا كان عنده عرض الطريق لحل خمسة ونص او استخرجه باستخدام معادلة اللي هي خمسمية وخمسة وعشرين في دمليو هاي استرسكشن فلو كانت يعني تقيمة نظرية كنت استخدمها حتى احل المسائل المتعلقة بالاشارة الضوئية اليوم رح ناخذ او نستخرج الكاباسيتي بالنسبة لاشارة ضوئية طبعا وبشكل دقيق اعتمادا على مؤطيات الاشارة الضوئية شون يعني مؤطيات يعني ينطيني مثلا الاشارة الضوئية او ينطيني غرين او الاكتشوال غرين يعني يعطيني مؤطيات تخصها الاشارة الضوئية ويريدني على اساس استخرج الكاباسيتي طبعا الكاباسيتي هنا اللي رح استخرجها هي طبعا تكون اداة واضبط من الاستخرج اعتمادا على الارض الطريق او الارض الابروتش فهنا يقولي the concept of saturation flow or saturation flow rate is used to determine the capacity of lane group يعني انا رح استخدم ال saturation flow هي حتى احسب الكاباسيتي من يقولي saturation flow يعني capacity the saturation flow rate is the maximum flow rate on approach or lane group that can go through the intersection under prevailing traffic and roadway condition when 100% effective year in time is available يعني يقولي saturation flow هو اقصى عدد من المركبات ممكن لي lane معين او غروب lane تحت ظروف مرورية معين and providing traffic or roadway condition عندما يكوني عندي 100% effective green يعني هنا رح يفرب هاي الحالة المثالية انه عندي الوقت كله عبارة عن effective green يعني ما عندي loss time ما عندي red time يفرض كأنما دائم المركبات بحالة flow حركة طبعا هاي تحت effective green بحث المسافة بمركبة واخرى هي H H هي اقل H مسافة امنة بين المركبات حتى تتحقق لي تدفق مروري معين اللي هو الماكسيمم الزين the saturation flow rate is given العادة الوحدة اللي رح احصل عليها هي Vecal hour of effective green time Vecal hour of effective green الزين العلاقة اللي رح احصل من عليها effective saturation او capacity هي هاي SI مضروبة في GI على C زين SI هي saturation flow اللي هي قلنا يا اما احصل منها اذا منطين عرض الطريق استخرجها من هذا الجدول او من هاي المعادلة اذا منطين ال H بالسؤال فممكن استخرجها من هاي المعادلة saturation flow سونا 3600 على H جيد الزين الزين I G I eft G I 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 عرفنا وعرفنا كيف نستخرجه بالاسئلة السابقة السي نوت هي سايكل لينث سايكل لينث ايضا اخذنا واخذنا قانونه ومعادلته وشون نحسبه ناخذ التطبيق بسيط او مثال بسيط على هاي المسألة فوردا فالوينث قال لي سايكل لينث ساويني 60 ساكن يعني سايكل لينث بهذا السؤال تكيام مباشرة لكن احنا سابقا اخذنا وعرفنا كيف نستخرجه وعرفنا ما سايكل لينث وشنو الاشياء الموجودة في المعادلة يعني اذا ما نطيتك السايكل لينث بصورة مباشرة وانتكي اشياء بالسؤال يساعدك على استخراجه بس انا ليه شرح السايكل لينث ايسا بعلمتك شيء لستخرج انطيتك هنا بصورة مباشرة لكن يجوز غير السؤال اتكي اشياء منداخلة بسؤال تعلمك كيف او ساعدك كيف تستخرجه المنطيق لا ينطيقي 27 الانتكي ايضا بصورة مباشرة لكن يجوز بغير سؤال انتكيها يعني ما انتكيها بصورة بواشرة لكن انتكي اشياء بالسؤال يساعدك على استخراجها لين احنا سابقا اخذنا الـ Effective Green وعلمتك شون تستخرجها زيني ساتشرايشن هيدوي منطين الهيدوي مادام قللي هيدوي منطين الهيدوي اذا انا استخدري ساتشرايشن فلو بهاي الطريقة 3800 على ايش لو انا منطيتك العرض الـ Approach ستستخدمت هذه المعلومات في استخراج استخراج الـ Saturation Flow زيني نجي لحل بسيط جدا انه استخرج بالبداية الـ S Saturation Flow اللي هو 3600 على H 3600 ثابتة الـ H هنا انا غلطة وصححته الـ H في السؤال من 202.4 فجأت هنا عرضتها راح يطلع الـ 1500 بيكل على H Green شنو انه H G أتش أور G Green يعني يفرض انه الـ H هي كلها Green او كلها Effective Green زيني على لين زيني فاجي مباشرة راح اجي اطبق القانون الـ S أنا عندي استخراجته اللي هي 1500 بيكل على الـ الـ Effective Green أنا مضيتك بالسؤال 27 على الـ Cycling اللي هي 660 فيطلع عندي الـ Capacity 675 بيكل على H R على لين او اهنا ممكن انه تكتب H Green افضل اهنا H Green سوها يعني على فرض انه الوقت كله اه 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 Green اهنا هاني نتوحهم ايران هذا H Green احي مقصر مثل هذا هاي اللي احنا ننتهي موضوعنا الموضوع بسيط بس مجرد انه تراجع معلوماتك السابقة لاني اعتمد على مثل Cycle Lymphو احنا ما اخذيه Effective Green Saturation Flow ممكن نستخدمه بطريقتين نستخرجه وينتهي الموضوع وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة